فمكنت عناصر الشرطة المركز الحدودية البري أو مطبول والفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الطرف من رطاحة بشبكتين جرامية مكونة من ثلاثة أشخاص ينحدلون من ولاية سكيكدا تتراح عمرهم في العقد الثالث تنشط في مجال تزوير وطرح أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية العملية مكنت من حظ مبلغ مالي مزور قدر بأكثر بمئتين ألف دينار جزائري بالإضافة لمركبة كانت تستعمل كوسيلة لتسهيل تنقلاتهم التفاصيل في ميكروفون محمد بن كمخ تمكنت مصالح بمركز المراقبة البري أو مطبول من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتقليد وتدول وبيع أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية باستعمال مركبة جاءت هذه العملية النوعية بعد تفط المصالحين أثناء المراقبة الأمنية أين تم توقيف شخصين كان بصدد مغادرة التراب الوطني عبر المركزين الحدودي في حدود الساعة الثانية صباحا بحوزته من مبلغ مالي مزور قدر بعشرين مليون سنتيم أوراق من فئة ألفين دينار جزائري ترجمة نانسي قنقر